ورجعنا لحضراتكم مرة تانية بعد الاستراحة دلوقتي بقى بصنا بعمل شوية كريم بات سير او كريم بات ستري اللي بيطلق عليه باللغة العامية يعني بيتباع عند برضو مستحضرات الحلواني او عند المحلات اللي بتبيع الكرافة والجلاج زي ما قلت لحضراتكم بيبيعوه بودر وفيه في السوبر ماركت انا احنا جبنا هوا من السوبر ماركت اكياس كده ومعروفة برضو سألوني وانا اقول لكم على الصفحة الشخصية شاف عظيمة حمدي بالعرب بعمل منه شوية بصوا حطيت شوية لبن وعليه المعلقتين الكبار منه وبقلبه يديني بس حشو كده ظريف اقدر احشي بيه من الجلاج ده حلو واحط عليه شوية سكر بودرة ويطلع جميل معلقة سامنة بلدي وشكرا او لو فيه شربات او سيرب زي ما انتوا عايزين يعني اقصد فيه افكار كتير نقدر نعملها ببساطة في البيت ده شكل المطبق بعد ما عملناه اللي محشي بالتونة والخضر وتقدروا حضراتكم تستخدموا اي حشو انتوا عاوزينه اي حشو يعني متاح في البيت وسهل علينا نستفيد منه اي فائد من اي لحوم او فراخ او اي حاجة وعلى فكرة ينفع بالخضروات بس يعني مش شرط تونة ممكن يتعامل بالعتس ويتعامل معاه فلفل الوان ويتعامل بالدرة ويتعامل بالماشروم يتعامل بحاجات كتير قوي قوي للناس كمان حتى الفيجيتريان ان هم مش بيأكلوا اكلات فيها لحوم وغيره طيب عايزة انزل مع حضراتكم عبال مال كريم باتسير ده يبدأ يمسك معايا كده ويديني قوام تقيل هنزل مع حضراتكم مقدير الفطير المشالتة اللي هنعمله بالجلاش وصفة بسيطة وسهلة قوي هنستغلها دلوقتي مع بعض ونشوفها تتعامل ازاي قلب بس دول كده كويس علشان الستانلس بيلسع دايما فدايما اي حاجة استانلس لازم يبقى النار هادية اما انا على طول متابعها عشان ما تشدش ده مهم جدا النار لازم تكون هادية ودي من اهم الحاجات اللي بتخلي ساعات الحاجات تشيد في الستانلس وطبعا هو بياخد وقت شوية لما بيسخن عشان لما بيكون استانلس الاصلي 18 على 10 ده بياخد وقت شوية في التسخين لكن حقيقة انا بحب استخدمه قوي بصراحة يعني بحبه طيب هنزل مقدر ده احنا عندنا للفطير المشالتة بالجلاش عندي لفة جلاش اللفة دي تعمل فطيرة حلوة كبيرة جميلة او لو عايزين تقسموها على فطرتين وسط برضو ليريح حضراتكم لكن هي لو تطلع مورقة وكبيرة هتبقى اللفة يا دوب نص كيلو هي نفس بالضبط معيار الكيلو دي لما بنعمله في الفطير مشالتة العجين بنفصل الكيلو ده على فطرتين فبتطلع النص كيلو دي فطيرة حلوة ما شاء الله كبيرة وجميلة طيب عندنا لفة الجلاش هنحط عليها 3 معلق كبار اشتا الاشتا دي ممكن تبقى وش اللبن اللي عنده حضراتكم او لو عندكم اشتا علب برضو ما فيش مشكلة عندي علبة زبادي وعندي 3 معلق كبار من السمنة ولو عند حضراتكم سمنة بلدي هتبقى تمام معلقة صغيرة من البيكنج باودر معلقة صغيرة من السكر ورشة من الملح هو ده اللي هنستخدمه في الفطير يبقى هقول تاني لفة جلاش معلقة كبيرة من الاشتا اشتا بلدي او وش اللبن او اشتا علب وعندي علبة زبادي وعندي 3 معلق كبار من السمنة وعندي معلقة صغيرة بيكنج باودر وعندي كمان معلقة صغيرة سكر ورشة ملح هي دي المقادين محمد فضيلي دور في شوية مية صغيرين قوي وقلبهم وهتومي أزودهم هنقلب بقى كده هبدأ بقى أشيل هنا وحنسقي بقى الكريم ده على الفطير كمديل للشرباط أو للبن السخن أو حدقوا فطيرة مسكرة روعة هعملها دلوقتي معاكو بس خلينا الأول نبدأ في مقادير الجلاش بتاعنا طيب هناخد أم جوزيف صباح الفل عليك يا أم جوزيف أهلاً أهلاً صباح العسل يا شوف عظيمة حبيبت إزاي صحتك يا حبيبت قلب أهلاً أديك يا قلب إزاي الحمد لله بخير الحمد لله يا ربنا يخليك وتسلم إذاك يا قلب تسلم يا الله يخليك يا رب حبيبت قلب ربنا يديك الصحة وتسلم الأياد أمين يا حبيبت إسلاميني ما تحرمش منك أيوة يا شوف عظيمة معاك أنا معاك قوليلي يا حبيبت عمر قلت يا شوف عظيمة يا ربي خلي معاك معاك يا عمر الحياة ربنا لعيش الفين يا شوف عظيمة يا ربي خليك عناية يعيش البلدي ولي عايزة العيش الفينه من عيني عايش الفينه البلدي بتاعنا يعني العيش بيتستمر معنا مثلا ثلاثة ايام اربعة كيام حال من عيني الاتنين اعملولك وعلى فكرة الوصفة اللي انت طلبتها بتاعت العدس المدمس اللي بجبة الأسبوع ده هتشوفيها عملالك وحدة رائعة جميلة هتعجبك أول أنا عارفاكي شطرة وجميلة ممتازة يا رب سعيدك حبيبتي تسلميني ما تحرمش مني ما تأخرش علينا بأمانة ربنا يديك الصحر ويخليك لينا يا عمر ويخليك وتسلم قناة الأهل كمان اللي هي جايبان على الأمر بتاعنا يا رب يخليك حبيبتي سلميني ما تحرمش منك يا موجزيف نورتيني وشرفتين شكرا لك يا حبيبتي وشكرا لسكاتكم الغالية والله أنا حطيت كل المقادير على بعض الزبادي والقشطة والسمن البلدي كل الحاجات والمعلقة السكر كل ده هقول ده الخليط الخليط ده هو اللي أنا هستخدمه مع حضراتكم دلوقتي عشان نعمل بيه لإيه الفطير المشالكت هاخد بقى كده ملفة الجلش هنفردها برضو مع بعض بسم الله الرحمن الرحيم كده وبعدين هنبدأ ناخد ورقة ورقة كل ورقة عكس التاني هنوري حضراتكم برضو التكنيك عشان تطلع مورقة وحلوة ودي برضو من الوصفات السريعة البسيطة ولكن سهلة ونتجتها نجحة جدا الحقيقة يعني لأنه هو برضو من الحاجات المحببة الجلش برضو إيه يعني ينفع نستفيد منه في حاجات كتير قوي قوي بسم الله الرحمن الرحيم وانا قلت لحضراتكم انا باستخدم انواع في يعني غير في السوبر ماركت ده الجديد قصة انا اي نوع جديد بينزل بابا عايزة اعرفه ليه عايزة اعرفه علشان لما حضراتكم تسألوني ابقى انا عندي رد الرد ده عمره ما هيجي طول ما انا مش عارفاه او ما استخدمتوش لازم استخدمه عشان لما استخدمه قادر ارد اقول ده نتيجته كانت عاملة ازاي طب الفرق بينه وبين ده في ايه شوفوا هنا الورقة زي ما بقول لحضراتكم بصوا الورقة محملة شوي هدهن هنا الاول السمنة بتاعتي يا محمد هاتلي شوية سمن هدهن من الخليط ده بس الاول هنا في القاع هنا كده كده وبعدين هاخد بصوا بسم الله هنزل كده الورقة هنا وهاخد منها شكرا يا محمد وهده من الخليط اللي احنا خلطناه اللي هو عبارة عن القشطة والزبادي والسامي وعلقة السكر وشوية البيكينج باودر اهو وهاخد الورقة التانية بسم الله هبدأ عكس وكل ورقة هاجي اقفلها وانا بقفل في الفطيرة هقفلها برضو بالعكس وهدهن فوقها عشان تفضل توصل للشكل اللي حضراتكم هتشوفوه اللي هو الشكل المدور اهو كده والعكس شايفين ازاي فتورق معاي انا مش عايزة قصها وبعدين ابدأ اعمالها على قد الصنية لانا عايزة استفيد بالاجزاء الكتيرة دي انها تديني اه 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 او ارتفاع للايه للفطيرة بتاعتي زي ما حضراتكم شايفين كده هاخد تاني هتاخد اللفة كلها انا شايفا ان اللفة هتبقى مناسبة بسم الله الرحمن الرحيم اهي هعمل كده اهو اهو العكسي العيش ده فيه ناس بتعملو جميل وفيه ناس في امريكا بتبقى العيش متعودة على العيش الشمسي والعيش البلدي والعيش اللي ما بتلاقيهوش وبيعملو في البيوت والله بابسط الامور والعيش الشمسي كمان من الحاجات المحببة قوي عايزة عاملو لانه في حد كان اه ام من امهات الجمال يعني قابلتني مرة في السوبر ماركت وقعت يا بنتي انا عايزك تعمليه بطريقة سهلة انا لانا قادر انشف ولا انا عندي المقرصة اللي بتعمل عليها دي ولا عندي الحاجات دي خالص فانا نفسي عامله وبحبه فمش هينفع يتنشف في الشمس زي زمان فخلينا بقى نبدأ نعمل وصفات نقول ايه تناسب السرعة وتناسب ايه الجيل الجديد بتاعنا يعني طيب هنبدأ بقى ناخد كده نقفل كم ورقة وبعدين خلاص خلصت الفطيرة في اقل من ثواني ده الخليط اللي حضراتكم شايفينه ده كده الخليط ده بقى بيطري ده بالورق جدا بيطلع رحتها روعة وبتطلع جميلة قوي وفطيرة سهلة بسيطة لو احنا مش عايزين نستخدم يعني العجين بسم الله كده اهو ولو حتى تقسمت مش مهم باخد احطها في النص كل ده بيدارة فيه الطبقات وبقفل بطبقة سليمة اهو اهي هاخد كده قطع اهي ولا اي حاجة وده شيء بيحصل معنا كلنا اهو كده 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 بسيطة و جميلة ازاي عالوا بقى هناخد كده كده بعدين الجزء ده كده لا مش هنرفعها الفوق عشان هي مش فطير شرقي هي شبه المشالكت احنا عملنا مورقة تبقى زي المشالكت اللي احنا بنغمس به العصر والمش والحاجات دي لكن الشرقي زي اللي احنا عملنا به الجلاشة المطبق وما بيسألوني دي زي ما عملنا به الجلاشة المطبق اللي احنا ايه سوناه في الطاصة ده كأنه بديل الفطير الشرقي لو انا مش قادرة اعمل عجين واعملوا في البيت اهو بصوا بتتقفل كده هنا اهو اهي شايفين ازاي هاخد دول ونقفل الحاجة دي الاول كده وناخد دي ونقفل شوفوا بقى تبدأ تعلى وتاخد شكل الفطيرة اهو كل الطبقات واحنا في كل طبقات بندهن عشان تفضل محافظة على طراوتها وتحافظ على انها تطلع مورقة وطبعا القشطة ما فيش اجمل منها واصلا بيميز الفطيرة مشالتة ايه الا نوع السامنا البلدي اللي بتتحطى بين الطبقات وهناخد كده هنا هنقفل كده ونحط كده اهو وادي دي طبقه كامل بس نقفل دي الاول ما نحط عليها وتدخل الفورن على حرارة 180 عشان تسوي الحروف كويس يعني تبقى كلها من جوه وبره مظبوطة جدا اهو بصوا بقى الجمال اهو دي كل الطروف دي مهمة شايفين ازاي والقفل اهو ايوه صح بس شوف بقى هي هتطلع بقى من الفورن تقلبوها كده تطلع فطيرة رائعة اهو خدت بقى على الوش بتاعها الحاجات الجميلة كلها حطينا السم ممكن طبعا تحشوها اللي انتوا عاوزينه انت لو عايز بقى تحطها حاجة حلوة تعملها حل تحشيها زي ما انت عايز دي ميزة بقى ان انا عندي عجينة سهلة تساعدني وطبعا بزود بقى في الاطراف هنا خلاص ان كل ده بيسيحة ما بتدخل الفورن تخلي الفطيرة جميلة وانا ليه اصدى عاملها في صانية وصيارة زي بتاعة الفطير عشان تطلع على طول وتبقى مظبوطة طيب خليني امسح بس كده ايه المكان هنا كده وامسح ديه كده تعالوا بقى بينا هن عايزين بقى نطلع لي الاستراحة بس هندخل الاول الفطيرة الحلوة بتاعتنا منذيق الفورن هحطها على الشبكة في النص بقربها بس لتحت شوية هخليها هنا وانسبها وممكن تشغلوا فوق على الهادي بقى فوق وتحت مع بعض مافيش اي مشكلة خالص في الفطير الشرق يعملوا كده في الفورن البوتاجاز هنقفل هتاخد لها حوالي خمسة وعشرين زقيقة على حسب درجة حرارة الفورنة عندها حضراتكم وبعضين تطلع فطيرة مشلتتة زي اللي انتو شايفينها قدامكم دي ودي ان شاء الله تطلع معنا في نهاية الحلقة وتشوفوا شكلها عامل ازاي بعد ما بتطلع بقى بالشكل الحلو ده تقدروا بقى بصوا مورقة وهشة وليها شكل ازاي جميل ويعني حاجة بيتي جميلة عاملينها بادينا وهنستسمع طبعا حضراتكم بقى فيه استراحة بسيطة وبنرجع بعد الاستراحة نستكمل وصفاتنا في انتظار حضراتكم